النهاردة انا بتكلم عندي بشرتين الحكومة النهاردة في ارقا عندي اتنين وواحد من عشرة مليون معلم يعني اتنين وواحد من عشرة مليون اسرة يعني حوالي عشرة مليون مواطن مصري عشرة في المية من المجتمع النهاردة الحكومة قررت عمل قانون جديد لننفق عليهم ونزود رواتبهم بما يكلف الدولة ستة واحد من عشرة مليار جنيه وزي ما قال وزير التربية والتعليم انه هذا الرقم احنا عايزين نضعفه ربنا يبعت ونشتغل ونكسب ونزود لان المعلم مش واخد حقه واحنا بنحاول نوفيه جزء من حقه في عام احترام المعلم واعطاء المعلم جزء من حقه ده اتنين البشرة الاخرى وهي بشرة صناعات صغيرة ورش صغيرة مصانع صغيرة طرح 1657 وحدة صناعية كاملة المرافق ومرفقة والترخيص الحكومة هاتلى الله قالكم والتمويل هنساعدكم فيه والورق والحاجات كلها هتخلص مركزيا من وزارة الصناعة والتجارة يلا تقدم لإعادة تغيير واقعك ده اللي احنا بنقوله كلنا عايزين نغير الواقع ما حدش يقولي الحكومة بتعمل ايه يعني انا من شوية الدكتور طرق بيكلمني والدكتور نفين بعدين الدكتور طرق بيقولي يعني احنا وعدنا ونفزنا ما بنوعدش حاجة فهذه الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وانا اشأت بذلك ما بتقولش حاجة كلام يعني كده يعني يعني ما فيش كلام بنقوله كلام جرايد زي الزمان ده اقولك ده كلام جرايد لا ما فيش وزير بيصرح تصريح الا وهو متأكد انه هيتم تنفيذه ما عمدناش هنا حم التصريحات الوردية انتهت فكرة التصريحات غير المنضبطة انتهت فكرة اننا ابدأ املأ الهواء الطلق بتصريحاته بارقام متضربة كل يوم انتهت زي ما كان بيتم عمل حجر اساس لمشروع واحد عشرات المرات كل ده اصبح طراس معدش موجود يعني مثلا بكلم وزيرة التجارة بقول لها السبع مناطق دول قالتلي لا في ستة تانين وهي بتكلمني موجودة في الهالة الهندسية لإعادة ترتيب او لإضافة مجمعات صناعية جديدة احنا واحد ييجي يقوللي انت البلد عملت ايه ولا الحكومة عملت ايه ولا احنا والناس مش لقى شغل واحد يكلمني النغمة الواحد قاعد قافل ودانه وعمل يقرأ بس على الفيسبوك ويقول اه والله الحكومة ما بتعملش حاجة اه الناس قاعدة على الاهوة ما بتتغلش طيب لما نجي نتكلم ونقول يا جماعة قادي الحكومة بتعمل كده قدامي قادي الحكومة عمل كده للمعلم الحكومة عمل كده للشباب وغير المناطق الاخرى الصناعية اللي تم عملها بشكل يعني حضاري زي منطقة الروبيك لصناعات الجلود وصناعات الاساس ومدينة دوميات الاساس والمشروعات الضخمة فيه عندنا منطقة للصناعات الدوائية ومكيموية وعند المصانع الكبير اللي قامت